السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتكم شهيوات ام سلمان اتمنى تكونوا باخير و امركم طيبة اليوم مع فيديو جديد و وصفة جديدة اتمنى ان شاء الله تعجبكم و تجربوها نقصر حاليكم فطائر كي يجي ولداد بزاف بعجينة سحرية اللي ممكن تعتمدوها للمالح والحلو كتجي لديدة بزاف ومورقة وشيشة مقرمشة في نفس الوقت تمنى ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها كفكا انوار الفطائر اللي كتوجدوا سواء المالح او لحلو كيفما قلت لكم يلابدوا تعرفوا المكونات وطريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو للاخير و لا تنسوني لايك ديالكم اللي كي يحفزوني و يخليوني نعطي دائما الجديد و بارتجيوا الفيديو مع الاهل والاصديقاء لتعم الفائدة حيث باللايك ديالكم وبالدعم ديالكم باش انا مستمرة وبالاعجاب ديالكم للقناة ديالي نتمنى ان شاء الله تعطيوني رأيكم في التعاليق بعد ما تجربوا هاد الفطائر هادو انا اكيدا انا مغادي نعجبوكم بشكل جديد هاد يعجب الوليدات وغادي اعتمدو ان شاء الله غادي تعتمدون انتم في تحضير هاد الفطائر لوليداتكم لاشتعرفوا المكونات وطريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو للاخير بالنسبة المكونات هنا عندي اربعة الكووس ديال طحين ديال فورس طحين ابيض الخاص بالحلويات نديرو في البول ديال العجانة ممكن تعملوا في قصرية اتعجنوا بردبيت ديكم انا اللي يديرو في صحية كنطر نعجن في العجانة هنا عندي نص كاس مع مرش طحين ديال فينو نص خميرة كيموية غير نص ديالها وكيس ديال السكر نص بالفانيلا هنا عندي ملعقة صغيرة ديال السكر سانيدة نص ملعقة مع مرش ديال الملح وغدا نضيفنا عندي ملعقة كبيرة ديال الزيت زيت المائدة وملعقة كبيرة ديال الخل كيساعدنا على العجين ديالنا بشكي جيفتي ومقرمش في نفس الوقت سوف يبعد معجنة العجينة ديالي كتجي بهذا الشكل هذا بهذا القاوام كنخلي وقاس حشوية ما كنديرواش مرخوفة وكنغطيوه وكنخلي واترتاح قدم مرتاح قدم مزيان انا وجدتها هكا في الصباح وحتى المورا الغضاء عاد حضرت بهذا الفطائر اعطتني هذي النتيجة هذي ترخفات مزيان وولتها هكا بهذا القاوام كيف ما كتشوفوا الاستيك صافي كان وجد بها كويرات بهذا القياس هذا سوف نغطيها ونخليها ترتاح مرة اخرى هنا عندي الزبدة دوبتها لخاصة بالتوريق وعندي شوية للزيت باش خاطر العجين ديالي سوف نبدأ كنصرح في العجين ديالي على سطح العمل كنحاول نورقه مزيان سوف نصرحها بحال كما كنديرو التحضير دي العجين ديال المسمن ما كنتشي فرق بنفس طريقة وكرشو شوية ديال الزبدة كيف كنعرفو ده بالحال بارز الزبدة غير كنديروها كتجمد سوف نحاول نطويها على شكل مربع بهذا الشكل هذا بحال العجين ديال المسمن ما كنشتشي اختلاف كنوجدو هذه الكيمية كل هذه العجين اللي حطرنا بنفس طريقة كنديروهم كلهم على شكل مربع كنصرحوا العجين وكرشو عليه الزبدة ما كنكتوش الزبدة غير القياس بحال لا كنصابه المسمن عادي صافي وكنطوي المربع ديالنا وكنحطوه وكنستمروا بنفس طريقة العجيني لا ترخفات عندكم مزيان ركت تعطي نتيجا زيانة ممكن تديرو اغير بطحن ديال الفورس بوحده بلا مضيفو هدك القمح الفينو كتعاوضوا داكنش في كأس ديال الفينو كتعاوضوا بطحن ديال الفورس كتديرو الكمية كلها لطحن ديال الفورس يعني الطحن الابيض سوف نستمر بنفس طريقة كنصرح العجين ديالي وحده مورا وحده عندي هنا ثمنية ديال الكويرات إلا بيتوهم صغر ركت خرجوا ليكم تقريبا عشرة ديال الكويرات إلا بيتو تصغروا الكويرات ديالكم وبيتو الفطائر ديالكم يجيوا صغيرين ومتيولين وكرش الزبدة بنفس طريقة وكنطوي على الشكل مربع ثم سنستمر نكمل الكويرات لحد ہیں وهو ترجع الفورماج مبشور أي نوع ديال الفورمج عندكم موزار يلايذاا quizzes Theory سوف نلسرح المسمون الجديد للولة نضع الزبدة بشكل مستطيل نضع الجوانب نضع ورقة صندويتش نضع الروليو نضع الجوانب نضع الجوانب نضع الروليو نضع الجوانب نضع نضع الجوانب نضع الوريقات الفروماج والساندويت ونضع الوريقات نضع الوري ونقضع الشرائط نضع الوريقات ونقضع الشرائط ونضع الوريقات نضع الوريقات نضع الوريقات ثالثة بنص طريقة كيف ما كتشوفو كنحاول نجر هاكل الطول كتر من العرض باش من اللي كنبغي ونطويها على شكل ديال اس كتلقوا الشارت كيكون عدنا طويل شوية باش هاكل لويو فالتشاهت بجوج هنا بعد ما صرحت المربع ديالي وضعت فيه الفروماج آآ محكوك ومشور وهنا درت فيه الفروماج المثلث اللي متوفر عندكم يعني ما كتتقيدوش بالمكونات اي فروماج متوفر عندكم ممكن ديروا الجبن جبن كريمي صافي وكن نقطع بنص طريقة اشريطة صغار وكنلوي كيف ما كتشوفو جيها في الاتجاه على اليمين وجيها على الشمال دائما جيها معاكسة للأخرى باش كتعطينا هكا الشكل ديال اس وكنستمر بنص الطريقة هنصرحوا عود ثاني المربع ديالنا الاخر دائما كنجروا الجوانب باش كيعطينا العرض شوية آآ طول من الطول كتجينا لشكل مستطيل هنا انا درت الحشوة مالحة تبقات عندي من البارح كندرتهم بالحشوة مالحة او خليت شوية باش هكا نوريكم راها كتجيب المالح وبالحلو يعني كتجيب اي حاجة بغيت تديروها فيها كتجيب اه ندرت شوية ديال الخوضات شوية ديال ديال الدجاج شوية ديال الزيتون آآ وشحرتم هكا مع بعض الصلاة والتوابين حشوة مالحة اي حشوة عندكم طون اي حشوة كفتة اللي كان عندكم توفر او كتديروها بنفس الطريقة كنحطو علي شوية ديال فروماج محكوك او لا ديال صندويش او لا مطلاتات وكان نلويه بنفس طريقة سافيك نعطيو على فروم ديال ايس بتيجا معاكس دائما جيها معاكس للاخرى وكنحطوها في اللاطة ديالنا انا هاد العاجيل اللي حضرت معكم اليوم اعطاني اه تمانية ديال الكويرات درتم كفرين شوية كيف ما كتشوفو وكانوا تبقاولي اربعة من الليلة ديال البارح كنتخليتهم باش نشرح لكم كيفاش غدي نديرو بيه الحشوة المالحة يعني الخضار واللحوم ولا السمك ولا اي حاجة توفرت عندكم ولا طون آآ ديال الزيت اللي توفر عندكم ممكن غير الخضار بوحدها راكم تغابيوها هكا تحكوها وتشحروها شوية كمع التوابين وتديروها وتديرو فوق منها الفروماج ركت جلديدة بزاف ماشي شرط تكون عندنا دجاج ولا اللحم ولا الاسمك قعد نديرو هاد الفطائر هذي ممكن وجدوها باي حشوة كانت عندنا ولا اي حشوة كنا قدروا ننصيبوها كان عمرو بيه هاد الفطائر هذي صافي وكنستمر بنفس الطريقة حتى هذي نكمل هاد الكمية اللي عندي كاملة ديال العاجيل صافي هنا بعد ما كملت كيف ما شفتو عندي تمانية ديال اليوم وربعة خليتهم اللي بارح تشفي من حشوة ديال الخضر والاااا والدجاج غادي ندهنهم هنا باصفر بيضاء دفتهم ملعقة ديال الحليب او لا ممكن تضيفوا الخل ممكن تضيفوا اي حاجة بغيتوا الدهنوا بها انتم متعودين انكم تدهنوا بها سوف يكندهن الفطائر ديالي بها الشكل هادا كمدهن ذوك الاشريطة كمعملين ستقول هاد الفطائر كيجي ولدادين بزاف لا شكلا ولا مضاقا شكل مغاير كيجي مقرمشين لدادين بزاف 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 ومورقين بهاد العاجين هذي اللي حضرت معاكم ممكن تعتمدو هالقاع جميع انواع الفطائر اللي كتحضروا البويت ديالكم والاطفال ديالكم ممكن هكا نوجدوهم الاطفال ديالنا را ما تجريهم والو كان نتسخنوهم وتنعطيوهم يميديهم معهم مدراسة اللي كي عندهم اللي كي بغيوا يتغدوها هكا في المدراسة لوليدات الصغار نوعو لهم هكا كل مرة كنوجدو لمحويجة وكيف قلت لكم را كنديرو المالح والحلول اللي توفر عندكم كتعمروا به هاد الفطائر هادي انا بعد ما دهنت هاد الفطائر غدين نزينتم لربعة درت ليهم السمسم او للجنجلان وهاد الربعة غدين دي لهم لوز ايفيلي ولا الكوكو ايفيلي اللي توفر عندكم ما كيكونش محمر كيكون بقيطاري هاكا خضر كنوضعوا هاكا على البيض انتبتوا باش ما يطعش لنا وهنا هادو زينتهم بالسانوج او للحبة السوداء كي يجيو لدادين بالساف هادو اللي مالحين درت ليهم الحبة السوداء ممكن زينو بالبافو اي حاجة توفرت عندكم وغدا ندخلهم من الفرن كننشعلوا ليم غير من لتحت الفرن ساخن وكنخلي متاك اتحمروا من الجواني بعد كنشعل عليهم من الفوق صافي بعد ما بتحمروا عندي الفطائر ديالي جاوبات الشكل هادا كيفما كتشوفوا رائعين ولداد دلتات بالساف هادو اللي درت فيهم الفروماج غادي ندليهم شوية دي الناباج كندهن بالناباج او للمرباء او شوية دي العسل اللي توفر عندكم باش كيعطونا ديك لابغيانس وكيجي ولداد في نفس الوقت دا كل ما دا قديل الحلو مع المالح كيجي لديد بالساف وهادو اللي مالحي اللي درت فيهم تجاج جاوبات الشكل هذا ما كنديرش لهم الناباج وهذا والشكل النهائي دي الفطائر ديالي انتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتوجدوهم الافراد العائلة ديالكم والوليدات را ممكن تحتافظوا بهم في المجمد هاكا طيبين وتجبدوهم تتخنوهم كيف ممكن تحتافظوا بهم حتى كمني كتوجدوهم كتجمدوهم وكتدلوهم في بلاستيك ومني كتبعوهم كتجبدوهم كتدهنوهم ومباشرة للفرن كيجي ولدادين بالساف اتمنى ان شاء الله تجربوهم تخليوا لي رأيكم في التعاليق وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله